بسم الله الرحمن الرحيم اللي بتشتغل آآ في النظام ده. آآ لازم بس قبل ما نخش في تفاصيل ايه هي مكونات آآ لازم نعرف ايه هي الهدف الرئيسي من نظام نظام فايدته الرئيسية آآ ان انا بيكون عندي مكان حيوي او مكان ما ينفعش اي حد يدخله لازم اشخاص معينين هما اللي يكونوا آآ يقدروا يخشوا المكان ده آآ بنركب نظام ده على الابواب عشان مش اي حد يقدر يخش المكان ده لازم اكون حاكم بس ان المكان ده ميخش لهش غير اشخاص معينة طيب آآ ايه هي بقى التطبيقات اللي احنا مستخدم فيها نظام الكسيس كنترول نظام الكسيس كنترول الللوقتي بقى موجود في كل حتة بس باشكال مختلفة آآ في المباني القدارية هنلاقي الاكسس كنترول بيتلوبه ان هو يركب في غرف الكهرباء وغرف الاي تي. اه وغرف المرأبة او غرف الكنترول. اه غرف عموما بيبقى فيها اشخاص اه معينة ما ينفعش حد يخش غيرهم يعني. تمام? عندنا في الفنادق بيركب في غرف النزلاء. دلوقتي مبقاش الزمن كاننا عن طريق مفتاح طبعا نظام القديم خالص مفتاح بتفتح بباب الوضع. لقد دلوقتي يقول له عن طريق اكسس كنترول. عن طريق كارت ومغنط كده بتحطه على على الريدر وبتفتح الباب. حتى لو انت مدة اقامتك في الفندق خلصت تلاقي الكارت مهما تحطه على الريدر ما يفتحش الباب. اوكي. اه وانا بنستخدمه في المترو. مترو الانفاق وانا نستخدمه في الاستاذات عن طريق التزاكر. تزاكر الدخول بتاستاذات الملاعب. والجرشات بتاعة العربيات زي جرش التحرير مثلا. اه والاسنصيرات دلوقتي. اسنصيرات بقى كل كل اسنصيرات تقريبا شغالة بنظام الاكسس كنترول عشان مش اي حد يخش يقدر يركب الاسنصير. فهم وجود في كل حد. بس طريقة بس كل كل مكان ولي اه الاستراكشر بتاعه او المكونات بتاعته. تمام? اه هنقول سريعا كده ايه هي المكونات الشائعة للنظام الاكسس كنترول او اللي هي الدرجة في السوق او اللي هي هنقابلها في مشاريعنا. تمام? اول حاجة الكنترولر. تاني حاجة الريدر. الريدر ده سوى كانت في كارد ريدر او 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 اي حاجة تانية. تالت حاجة الدور كونتكت. اه رابح حاجة اللوك او القفل. اه خامس حاجة الاكسس كنترول كارد. ده اوبشنال في حالة الريدر ده كارد. اه سادس حاجة الالارم او الانزار. ده برضو. اه عندنا سبع حاجة البوشتو ايجزت بوتون. تامن حاجة بور سابلاي. تسع حاجة وده اوبشنال. عاشر حاجة الباتري. وده برضو اوبشنال. الحداشر ده النيترول. هنتكلم على ايتم ايتم الحاجات دي اه بالتفصيل. اه بس قبل ما نخش في تفاصيل المكونات دي لازم اعرف ايه هي الانواع الشاعة اه للنظام التحكم في الدخول او نظام الاكسس كنترول. النظام الاولان ده الستاندالون اسمه استاندالون اكسس كنترول سيستم. الستاندالون ده بيتحكم في باب واحد بس. اه النوع التاني ده ده ان انا اه بيتحط اكسس كنترول بانيل. بقدر اتحكم فيها اه مجموعة من الابواب. اوكي. يعني ده الفرق بين الاثنين. الستاندالون ده لباب واحد بس. وغالبا ما ببقاش متوصل بورك ستيشن او بجهاز كومبيوتر للبرمجة. النوع التاني ده اللي هو سنترلايز بيتوصل غالبا بورك ستيشن جهاز كومبيوتر. وهو اقدر عن طريق الاكسس كنترول بانيل اتحكم في اكتر من باب. مش باب واحد بس. وهنشوف الاسكماتيك دياجرام بتاعهم. الاسكماتيك دياجرام اهو. ده الستاندالون. ده بيتحكم في باب واحد بس. الكمبوننت دي هنتحرف عليها دلوقتي. وده النزام التاني اللي هو ان انا عندي فيه وورك ستيشن بيتربط على كونترول بانيلز اكسس كونترول بانيلز. وكل اكسس كونترول بانيلز ممكن تتحكم في اكتر من ده. اوكي. طيب. نتكلم بقى على الكمبوننت. اه الدرجة في النزام الاكسس كونترول. اول حاجة. ايه هو كونترولر? كونترولر ده هو العقل المدبر لانزام الاكسس كونترول. آآ يعه هو كل في كل. كل الدفايس اللي انا باستخدامها من نزام الاكسس كونترول بتربط على الكنترولر دا او دا. تمام? آآ عن طريق ولكنidade control دا اقدر برماج الريدر. وفنفس الوقت اقدر لو انه وصلته على الوركستيشن اقدر ارائب. جميع الديفايس اللي ركبه يعني هو كل فكل تمام اه تاني عنصر من عناصر اكسس كنترول هو الريدر الريدر ده ده ليه كذا نوع الريدر ده هو باختصار هو الديفايس اللي انا عن طريقها بقدر افتح الباب اوكي سواء كان عن طريق كارت او سواء عن طريق فنجر برينت بصمة او عن طريق او تعرف على الوجه في انواع تانية زي مثلا بصمة العين في انواع تانية غير التلتة انواع دول بس هم دول الدرجين في المشاريع اللي انتم ممكن تقبلوه وغالبا معظمها بيبقى كارد ريدر وفنجر برينت ده برضو بيتطلب في الممال الادارية عشان قصة الموظفين بس يحضروا انصراف مش اكدر اوكي يبقى احنا كده الريدر ده زي ما احنا اتفقنا هو الاداة اللي احنا بنستخدمها اللي عن طريقها الشخص المصرح بي للدخول يقدر يخش اوكي دي بتركب فين الريدر ده بيركب فين يا شباب الريدر ده بيركب بره الاوضة اللي هي مقفولة بنظام ال جنب الباب اوكي سواء بعدي بقى على الريدر ده الريدر ده بالكارتة او بقصمة او بفس الريكوجنيشن الباب يفتح اوكي فهي بتركب من بره عشان الباب ده يقدر يتفتح اوكي طيب العنصر التالت هو الدور كونتاكت الدور كونتاكت ده عبارة عن بتركب في الباب او في حلق الباب وعن طريقها بعرف حالة الباب ده ايه هل هو مقفول ولا مفتول زي ما لو تفكروا كده كان فيه زرار كده كنا بنركبه على الحلق بتاع باب الشقة لما الباب يتفتح كان فيه لمبة فوق الباب كده لما ده كانت بتشتغل اوتوماتيك هو تقريبا نفس الدور هو ده الدور كونتاكت ان انا بعن طريقه بعرف حالة الباب وده ما اتفقنا ده بيركب اما في الحلق اما في الباب نفسه بس في الغالب يركب في الحلق رابع عنصر هو اللوك او القفل اللوك ده هو الدفايس اللي برضه بتركب في الباب او في حلق الباب اللي بتمنع ان اي حد يفتح الباب من غير ما الريدر يقول له يا لوك افتح يعني هو الريدر وانس ان هو بياخد سيجنال سواء كانت من كارتا او فينجر برينت او فيس ريجوجنيشن او ايا كانت الطريقة بيدي اردر الماجنتيك لوك اوكي عن طريق طبعا الكنترولر ان الكارت ده اوكي افتح الباب اللوك ده يفتح اوكي يبقى هو الاداة هي هي الاداة اللي بتقفل اللي بتخلي الباب مقفول في الحالة الحالة العادية ومقفول ما لم يعدي على الريدر على الريدر ده الحاجة اللي تفتحه اوكي في الغالب في المشاريع بيكون ماجنتيك لوك اللوك ده بيبقى نوع ماجنتيك وبيركب زي ما احنا اتفقنا فين في حال الباب او في الباب نفسه طيب خامس عنصر هو الامر ده ان نستخدمه في حالة الريدر اللي احنا كنا كلمنا عليه ده ده اوكي الكارت ده بيطلبه ال الوبيريتور العدد بتاعه بيطلبه يعني ممكن في العقد بتاعك يقولك ان اعيز خمسين كارت ان اعيز مية كارت اعيز الف كارت على حسب ما الاونر طالب في العقد بتاعه بيعبرة عن كارت مومغنط بيتم برمقته بحيث إنه هو لو انا عندي بيبقى عندي برينتر برينتر اقدر اطبع على الكارت ده الاي دي مثلا او اه صورة الاشخاص واسميهم والقسم بتاعهم وهكذا وفي نفس الوقت بقدر امغنط الكارت ده عشان الريدر يقدر ارواه تمام اه فيه انواع كثير من الكروت بس هو دلوقتي الدارج في في الشغل بتاعنا هو البروكسيميتي ده ان انا الكارت ما بيلمسش الريدر الكارت نفسه عشان يفتح الريدر مش لازم يلمسه او لازم يقريب منه يعني تقريبا حوالي 10-15 سنتي ممكن ايدي يفتح فيش مشكلة اوكي سادس عنصر هو الالارم اه الالارم ده بيركب فوق الباب ممكن يكون كمان يعني ممكن يكون شغال صوت وصورة يعني يدي فلاشر كده وفي نفس الوقت يدي سرينة في حالتين الحالة الاولى لو حد حاول يقتحم الباب ده من غير من غير ما يشغل نظام الاكسس كنترول يعني حد يحاول يقتحم المكان ساعتها السرينة ممكن تشتغل اوكي الحالة الثانية لو انا عندي الباب آآ فضل مفتوح ممكن اعمل سيتنج مثلا ان الباب ده اتسب مفتوح لمدة مثلا نص دقيقة فساعتها الانزار يدي سرين الانزار ده هيشتغل عشان ينبهني خلي بالك الباب ده مفتوح لحد الوقتي مفتوح محدش قفله لان احنا زي ما اتفقنا ان النظام الاكسس كنترول بيركب على ابواب لان الطبيعي بتاعتها تكون مقفولة عشان مش اي حد يقدر يخش ويخرج منها اوكي ده ما بيركب فين الالارم ده بيركب فوق الباب اوكي طيب سابع انصر هو البوش تو اجزت بوتون ده زرار بيركب في الغرفة من الداخل عشان يخلي الماجنيتك لوك يفصل عشان الباب يقدر يتفتح يعني هو مجرد زرار عشان الجوة الغرفة عايز يخرج فيدوس عليه فالماجنيتك لوك يروح مفكوك عشان الباب ايه يفتح اوكي طيب تامن عنصر ده عنصر تكميلي ده اللي هو الباور سابلاي لان انا عندي اه غالبا نظام الاكسس كنترول بيبقى اشغاله على 24 فولت دي سي فلازم اركب باور سابلاي عشان يشتغل على 24 فولت دي سي اوكي العنصر التاسع هو الوركستيشن الوركستيشن ده زي ما احنا قولنا هو اوبشنال بيستخدم في بربط عليه بربط عليه كنترولر عشان اقدر ابرمج الكنترولر اعدل في بتاعه او عايز ازود اتابع حالة الابواب او كده اه الوركستيشن ده بيعباره عن جهاز كمبيوتر عليه صفتوير بتاع الكنترولر بتاع السابلاير بتاع الكنترولر سواء كان هانيويل او او اتش اي دي او اين كان الفيندور اه فده اختياري بيستخدم في النظام السنترولايز اللي احنا كلمنا عليه اوكي طيب عاشر عنصر هو برضو عنصر اختياري هو الباتاري اه طبعا دلوقتي النظام الاكسس كنترول بيشتغل على طريق الكهرباء وغالبا الكهرباء تكون اه جاية من الاميرجنسي اوكي من الطوارئ من لحظة الطوارئ او من يو بي اس تجنبا ان الكهرباء لو قطعت ان نظام الاكسس مايفصلش فطبعا الناس ممكن تكون جوه القوضة فتتحبس فتجنبا الموضوع ده يحصل بنركب بطاريات تشغل الكنترولر فنحن نقومنين ان نظام الاكسس كنترول ده مثلا هنراكب بطاريات ان هو يشغل نظام الاكسس ده مثلا لمدة ساعة مثلا لو الكهرباء قطعت اوكي فده بند اختياري ممكن الاستشاري يطلبه او ممكن الدزاينر يطلبه ممكن ما يطلبوش عاشر عنصر ده ده عنصر اساسي هو الشبكة طبعا عشان الدفايس دي كلها تشتغل لازم يكون مربوطة بشبكة بنتورك النتورك دي بتتربط ازاينا عندي كنترولر بيتربط عليه كل الدفايس دي عن طريق كابل كنترول اللي هو الاتنين كور او كابل كات سيكس وهنعرف ان شاء الله في الفيديو اللي جاي او في الدرس اللي جاي تفصيلة بالزبط ازاي هنمشي بالشبكة بتاعت الاكسس كنترول سيستم تمام في بس ملحوظة انا قلت بس اه اعرفكو عليها عشان دي اه ممكن تسقط منوك او ممكن الدزاينر تسقط منو نظام الاكسس كنترول لو انا عندي المشروع فيه نظام فاير الارم سيستم اه في الغالب لازم حتى حتى لو مش حتى لو دزاينر مش كتب عندو في الدزاين لازم ببعط له ار اف او ريكوست فور انفورميشن اتأكد منو هل اربط نظام الفاير الارم بالاكسس كنترول سيستم ولا لا هذا الاربط لي يا شباب لان انا وارد ان في حالة الحريق يكون حد جوه الغرفة او حد برا الغرفة وعايز يخرج وممكن يكون نظام الانذار مثلا من ضمن التسقطات بتاعته ان مثلا الكهربا تفصل يعني في حريقة دلوقتي فانا متخوف مثلا ان يحصل ماس كهربا او كده فارح يدني يعني ممكن يكون نظام الفاير بمدي يأردر لوحة كهربا انها تفصل فساعدها طبعا الارم بالاكسس كنترول سيستم لا يعمل فممكن الناس تتحبس جوه او يحصل اللي قدر الله مشكلة تمام فلازم بقى في انترفيس ما بين نظام الفاير الارم سيستم وبين نظام الاكسس كنترول سيستم من له بحيث لو حصل اللي قدر الله حريقة الاكسس كنترول سيستم يحصل له دي سيبل والباب يبقى بابعدي خالص مفوش اي مشكلة ده عشان نحمي بس حيات البني قدمين اللي جوه تمام اشهر الماركات اللي احنا بنستخدمها او اللي هي موجودة هنا يعني في مصر او في الشركة الاوسط هي هانيويل وبوش وفي ماركة ايتش اي دي تمام اه سريعا كده هنشوف صور الديفايسيز الديفايسي اللي احنا جايبين صورة هادي الوقت دي ده ده الماجنتيك لوك تمام زي ما انتو شايفين كده بيركب في حلق الباب وفي الباب اه طبعا لازم بقى فيكو اردنيشن ما بين الديفايسيز بتاعتي كلها وما بين السابلير بتاع الباب عشان نسق مع بعض مثلا الفتحات بتاعت الماجنتيك لوك دي مقاس هيبقى دقي وهيركب فيين وهكذا فلازم بقى فيكو اردنيشن ما بيني وما بينه ده كده الماجنتيك لوك ده شكل النظام اللي هو الستاندالون اللي احنا كلمنا عليه اللي هو يتحكم في باب واحد تمام على سبيل المثال هنا ده هنا حطت فينجر برينت مع اه مع ريدر فينجر برينت مع كونترولر مع ريدر كارد ريدر ده الاكزت بوش بوتن ده اللي بركب من جوه ده القلارم اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيركب فيه الباب الدور سنسور ده اللي هو الماجنتيك اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيقول حالة الباب هل هو مفتوحه والمقفول واللوك طبعا اللي هو ايه الماجنتيك اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيقفل الباب او يفضل مخالي الباب مقفول في حالته الطبيعية تمام النظام السنتراليز ده اهو بيبقى اوركستيشن متوصل على اكسس كنترول بانيلز كل اكسس كنترول بانيلز متحكمة في عدد من الابواب وعدد من الديفايسيز تمام ده النظام التاني ده الدور كونتكت عبر عن زرار زي ما انتم شايفين كده طبعا بيعتمد على نوع الباب لو سواء كان معدن او سواء كان خشب او سواء كان ازاز نفس الموضوع في الماجنتيك لوك زي ما احنا اتفقنا لازم يا فيه كوردنيشن مع السبلاير بتاع الابواب ده البوشتو اجزت بوتون الزرار اللي هو بيقراكب من جوه الغرفة عشان الشخص اللي جوه عايز يخرج بيخرج عن طريقه ممكن يكون متل ممكن الزرار يكون بلاستيك على حسب المواصفة وعلى حسب السبلاير او المصنع تمام بس دي باختصار كده الدفايسيز في اه انسيت اواريكو اه ده الريدر ده الريدر ده الاولاني ده اللي هو البروكسيميتي اننا مجرد ما الكارت بيتعدي على الريدر مسلا حتى لو بعيد عنه عشرة سنتي خمساشة سنتي بيقدر يقراه فالباب يفتح النوع الثاني ده تقريبا الهول الكونتكت انه هو بيتلمس لازم الكارت يلمس الريدر عشان الباب يفتح النوع ده اللي هو السوايب انه هو بيتمرر الكارت في مجرى معين كده في الكنترولر عشان الباب يفتح وده نوع مسلا من انواع بس ده قديم شوية اللي هو عن طريق زراير او او باسورد عن طريق زراير هو بيفتح الباب طبعا اللي بيحكمني في الريدر اه المواصفة والمؤيسة بتاعة الديزاينر اه كده ده اول درس في موضوع عن نظام الاكسس كنترول وده كان درسة نظري ان شاء الله في الدرس اللي جاي هيكون درسة عملي وهنعرف ازاي نعمل اه شوب دروينج لنظام الاستاندالون اه اه ان شاء الله يارب يكون الدرس كان مفيد بالنسبة لكم وان شاء الله الدرس الجاية تكون احسن واحسن ان شاء الله شكرا انتحصوا انترادكم سلام